اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحفة وابدعها بالعنان قراصينة يهاجمنا ناقلة نفط قبلة السواحل اليمنية الموشحات الدينية في اليمن لماذا اختفت من ملامح تقوس شهر رمضان طاهن معروف في المانيا يثير اليستية بسبب جملة عنصرية ضد الصيني اهلا بكم بعد انتشار وباء كورونا ووصوله لليمن عبر الحالات المعلنة عنها وغير المعلنة عنها ايضا يقول موقع المصدر الغين ان الاتحاد الاوروبي اعلن عن اعتماد مبلغ 55 مليون يورو لمساعدة اليمن لمواجهة ازمة كورونا وفي بلاغ نشرته باعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن فان هذا المبلغ هو جزء من 15 مليار يورو حشدها الاتحاد من اجل استجابة اوروبية قوية على مستوى العالم لمواجهة الوباء الاتحاد الاوروبي قال ان الانقسام الحاصل في اليمن والنظام الصحي الضعيف لا يوفر الارضية المثلة للاستجابة على المستوى الوطني للمواجهة وبحسب تقرير البعثة فان المبلغ سيخصص ما نسبته 36% لتعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي و26% لدعم جديد للقطاع الصحي و18% تعزيز لسبل المعيشة والامن الغذائي وباقي المبلغ لدعم الوصول او لدعم وصول الخدمات الصحية تجاوز عدد الوفيات في العاصمة المؤقتة عدن اكثر من 400 حالة خلال عشرة ايام فقط يقول موقع سبتمبر نت تتابع للجيش الوطني ويضيف احصاءات رسمية ارجعت اسباب الوفاء الى وباء كورونا والحميات المنتشرة في المدينة منذ بضاعة اسابيع يكشف الرقم بحسب الموقع عن تدهور مخيف في الوضع الانساني ومعاناة المواطنين في عدن في ظل التمرد الذي قامت به ميليشيا المجلس الانتقالي بحسب تقرير امريكي فان اعلان التمرد الجديد من قبلي الانتقالي هو محاولة للهروب من الازمات المتصاعدة في عدن التي تسببت بارتفاع وطيرة السخط الشعبي ادى التصرفات الميليشيا التابعة للانتقالي التي اعقبت اعلانه حالة الطوارئ والادارة الذاتية الى تدمير الحياة الاقتصادية في عدن والمناطق المجاورة خاصة بعد قيامها باقتحام ومهاجمة عدد من المؤسسات الحكومية ونهب الارادات تسع سنوات وماكنة الاعلام والدعاية الخليجية لم تتوقف ولم تحدد عدوا اخر غير توكل كرمان تخوض معركتها ضده هذا مقتطف من مقال كتبه وليد البوكس وتنشره بالقيس وجاء في بعض من اجزائه قصة اختيار توكل كرمان من قبل فيسبوك ذكرتنا بحالة الارتباك السعودي الذي حدث عندما اعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل حصولها على الجائزة في اكتوبر تشرين من العام 2011 تسع سنوات وماكنة الاعلام والدعاية الخليجية لم تتوقف ولم تحدد عدوا اخر غير كرمان تخوض معركتها ضده استمروا بمهاجمتها لاحقا حتى وصل الامر الى تحشيد اشخاص ودباب الكتروني وافاع عملهم الوحيد شتمها وفي افضل الاحوال المطالبة من خلال عرائض جمع التوقيعات بسحب الجائزة اقول بعد كل هذه السنوات هل ننتظر مصادرة الجائزة مثلا ام الاطاحة بها من مجلس فيسبوك دعونا نختر واحدة اذا اعرف ان وقتكم نفد واللعبة افلتت من قبضة المخرج السعودي وبات تخبطكم من تلقي الصفعات والواضح ازدحمت اجندة النيل منها لكن فاضت المناصب العالية على قوائم الاحقاد والضغائن فقيرة هي البلدان التي لم تنجب روادا ولم تصنع لمستقبلها نماذج وهذه بالمختصر حكايتنا في اليمن مع الجيران ليست من اليوم وانما قديمة اغتيال حلمنا الاول الرئيس ابراهيم الحمدي في عز لحظة الميلاد التاريخية على ايد القراصنة الموجهين من الرياض كفيل ان يبقي اليمني يقظا لهذه الافعى على الدوام ليست المشكلة في اليمن هنا بانه بلد كبير عريق وثري المشكلة تكمن بجيرانه الصغار وعندما يكون لك جار صغير ولديه مشاكل كبيرة ومركبة في ماضيه والهوية والتاريخ من الطبيعي ان تظهر هذه العقد في الحاضر والمستقبل سيظل شبح هذه السيدة يطاردكم حتى نقول ساخذين وكان عليهم في السعودية والامارات ان يستيقظوا ليلا ليتأكدوا من ان توقل كرمان لم تحرز اي نجاح جديد فلا الشتم والتجريح سيحل المشكلة ولا التحشيد والتجيش للنيل منها ايضا سينجح في كبح طموحها الافضل ترك المرأة وشأنها في عهدة التفوق دائما ترتفع عاليا وتسقطون قام التحالف بمنع الصيدين اليمنيين من الصيد في السواحل اليمنية لكنها لم تستطع منع القراصنة من الابحار هناك وتهديد السفنة التجارية كان اخر هذه العمليات المستمرة للقراصنة بحسب الموقع بوست الهجوم على ناقلة تجارية بريطانية في خليج عدن المتحدث باسم قوة خفر السواحل اليمنية العميد ناصر العولق قال ان الهجوم اسفر عن اضرار وثقوب في جسم الناقلة قبل ان ترد حراسة السفنة وتفجر احد الزورقين المهاجمين شركة ستولت ابل للناقلات اوضحت ان القراصنة اقتربوا من الناقلة عبر زورقين سريعين على بعد 75 ميلا بحريا قبالة اليمن في احد اهم طرق تجارة النفط المتجه من الشرق الاوسط الى اوروبا وبعد ان وجه فريق الامن التابع للناقلة عدة طلقات تحذيرية اطلقات الزوارق النار على السفينة قبل ان تعطب حراسة الناقلة احد الزوارق المهاجمة التحالف العربي بدوره اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا بمنع قوات خفر السواحل اليمنية من اداء مهامها العملياتية مظرم في التحالف قال ان الانتقالي لم يتجاوب مع قيادة التحالف بشأن استمرار عمل قوات خفر السواحل اليمنية وسعت ميليشيا الحوثي بحسب ما جاء في موقع عدن الغد وسعت من حجم مبارساتها الابتزازية لتشمل هذه المرة ملاك محطات توليد الطاقة الكهربائية غير الموالين لها وذلك ضمن حملة ابتزازية وجباية ميدانية استادفت اكثر من 12 محطة كهربائية خاصة تتبع المنطقتين الاولى والثانية في صنحة وبينما ادت الحملة الحوثية الى اغلاق المحطات بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعير المقررة عادت الميليشيا لتسمح بتشغيل عدد منها بعد ان فرضت على الملاك دفع مبالغ ضخمة لمشرفها مصادر اشارت الى ان ثماني محطات اعيد تشغيلها عقب الاغلاق الحوثي لها بيومين بعد دفع مالكيها الجبايات في حين لا تزال اربع محطات مغلقة ولا يزال ملاكها معتقلين فيما نقلت المصادر عن شهود عيان في صنحة تأكيدهم استمرار العناصر الحوثية في تنفيذ حملتهم لاستهداف ما تبقى من مالكي محطات الكهرباء الخاصة في مناطق اخرى في صنحة غسان شربل كتب عن مخاوف العالم اليوم وكيف حل الرعب في ارجاء الكون واضف في جزء من المقال هذا موسم الخوف الكبير على امتداد الخرائط والقارات لم يسبق ان رأينا العالم منخورا بالرعب على هذا النحو كان يقلق احيانا لكنه سرعان ما يستعيد ثقته بنفسه وبالعلم وبالمستقبل لم يذق العالم ذعرا شاملا وموازيا لا في ازمة الصواريخ الكوبية ولا في انهيار الاتحاد السوفيتي لا في حرب فيتنام ولا في الانفجارات الاقليمية ولا في هجمات ايلول وما تبعها وفي كل الازمات السابقة كان باستطاعة الفرد ان يراهن على قوى من هذا المعسكر او ذاك في موسم الرعب الحالي لا تملك رقما للطمأنينة يمكنك الاتصال به واذا بلغت في القلق واتصلت بمسؤول او طبيب او عالم في مختبر سيكتفي بالرد على سؤالك بسؤال يعمق حيرتك ويضاعفها من حق الانسان ان يقلق حين يرى دولا عظمى تنام على ترسانات هائلة وتعجز عن صد هجوم الوباء على عواصمها ومدنها الموشح الديني المرافق لعادات اجتماعية متعلقة بتقوس كثيرة تمارس في المجتمع اليمني منها تقوس السمر في ليالي رمضان تغيرت تضيف صحيفة العربية الجديد ان اللافت في الغناء الديني اليمني انه استوعب اول ملامح تجديدية حقيقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحديدا مع جابر احمد رزق الذي رحل عام 1905 ومسيرته تضعنا امام جانب مهم من الموسيقى اليمنية اذ تمتع الغناء الديني بجراءة اكبر في كسر التقاليد مقارنة بالغناء الغزلي ولد جابر اولد جابر رزق في قرية القابل القريبة من صنعه واصبح موظفا لدى الاتراك ليتم تعينه في الحديدة ليجد هناك ملاذا له من التشدد الديني في محيطه فاضافة الى سياغته الاشعار الدينية وضع الحانا شديدة العذوبة في نسيجها اللحني مع لمحات مبتكرة خصوصا في تغيير البنية الاقاعية داخل اللحن تضيف الصحيفة ان المتصوفة شكلت الحس الغنائي الديني في كثير من المناطق اليمنية تحديدا في حضر موت واتهامة والمرتفعات الجنوبية حتى عدن بينما ظلت صنعاء استثناء لتتخذ نسيجها اللحني الخاص الغناء الديني فيها يبني صلاة أوسع مع نظيره في الشام وربما مصر لكنه ايضا يتخذ اشكالا مقاميا مختلفة قريبة من الهواند ويعود للدرويش والمتصوفة نشر الاناشيد او الانشاد الديني عبر القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المدن ليصبح ترديدها شكلا طقسيا يوميا في ليالي رمضان قبل ان يصبح حصرا على المجالس الصوفية بؤس العالم والامن الصحي الكوني تحت هذا العنوان كتب محمد عبدالوهاب العلى لمقاله المنشور في العربية الجديد مضيفا ظهر الجيل الاول من عائلة وباء كورونا في عام 2001 في الصين مع وباء سارس ومن المفارقات التاريخية ان ذلك تصادف مع وصول المحافظين الجدد الى الحكم في الولايات المتحدة الامريكية مع جورج بوشو الابن فهل نصدق الادعاءات في الغرب وامريكا انهم ما كانوا يعلمون بالوباء وخطورته طوال تلك الفترة حتى وصل الى عقر دارهم في بداية العام الحالي حين استلم المحافظون الجدد السلطة في الولايات المتحدة الامريكية سنة 2001 اعلنوا بنشوة مبالغ فيها انتصار الليبرالية والعلمة ونجاح بناء الامبراطورية الامريكية وفق مقولتي الصدام الحضارات ونهاية التاريخ ولتكريس هذه الرؤية كما تفيد قرائن عديدة اشهرت الادارة الامريكية فيروس الارهاب متجاهلة العدو الرئيسي الحقيقي الذي كان قد بث اولى اشاراته وقال الرئيس بوش الابن في خطاب اعلان الحرب على العراق سنتصدى لهذا التهديد العراقي بجيشنا وسلاح طيراننا وبحريتنا وحرس سواحلنا وقوات مشات بحريتنا وذلك كي لا نتصدى له بجيوش مكافحة الاطفاء والشرطة والاطباء في شوارع مدننا في المستقبل وتناسى بوش المتوج آنذاك زعيما للمحافظين الجدد العدو الحقيقي الذي يتربص بالشعب الامريكي وها نحن الآن في نهاية ربيع 2020 وقد وجد هذا الشعب نفسه في اختبار قاس لكل مظاهر التفوق الامريكي من بنايات طبية وجيوش وتكنولوجيات متقدمة في مواجهة فيروس كوفيد 19 وبدت اقوى دولة تدخل اسوأ ازمة اقتصادية منذ الثلاثينيات وعاجزة عن ايقاف زحف الفيروس القاتل الى الناس في الشوارع والمدن الامريكية وقد اودى بحياة اكثر من ثمانين الف مواطن امريكي فضحت لجائحة مزاعم الليبرالية الجديدة بانها المرض الحقيقي الذي تعاني منه البشرية كنظام عاجز امام كل مأساة تهب على الانسانية في دراسة حديثة وتجارب قام بها مجموعة من العلماء على فئران هامسر ظهر وفق ما قالت صحيفة الشرق الاوسط ان استخدام الكمامات على نطاق واسع يقلص من خطر انتقال بيروس كورونا هذا البحث الذي اجره فريق من جامعة هونج كونج هو من اول البحوث التي تتعمق في قدرة الكمامات على منع انتقال العدوى بكوفي التسعة عشر سواء كانت اعراض المرض الظاهرة على الشخص المصاب ام لا ووضع الفريق بقيادة احد ابرز الخبراء في البحوث بشان كورونا حول العالم في ايران هامسر جرت اصابتها صناعيا بالمرض الى جانب حيوانات سليمة وقد وضعت كمامات بين قفصين مع ترك الهواء ينتقل من الحيوانات المصابة الى تلك السليمة وخلص البحث الى ان خطر انتقال الفيروس من دون احتكاك قد يتقلص بنسبة تزيد عن 60% عند استخدام الكمامات عن عدم امكانية وجود دولتين في فلسطين والبقاء للهيمنة الاسرائيلية كتب عز الدين فشير مقالا في الواشنطن بوث جاء في بعض من فقراته نجح ترامبو كوشنر في دفن حل الدولتين وفي القائنا نحو حل الدولة الواحدة الذي تكون اسرائيل بمختباه صاحبة السيادة العملية على المساحة الواقعة بين النهر الاردن والبحر المتوسط ويعيش في كنفها ملايين من الفلسطينيين من دون حقوق سياسية او مدنية مساوية للاسرائيليين عاجزين عن الخروج من المناطق الضيقة المحددة لهم او استيراد وتصدير البضائع او فعل اي شيء في حياتهم من دون تصريح من السلطات الاسرائيلية هذا الوضع له وصف معروف بغض النظر عن المتسبب فيه وهو الابارتيد ان ادانة خطة ترامب والدعوة الى تطبيق حل الدولتين لن تجدي نفعا فهذا الحل قد مات منذ اكثر من عشر سنوات واليمين الديني والقومي الذي لم يسمح بتحقيقه في الماضي اصبح الان اقوى وتزيد من قوته فرصة ضم الاراضي المقدسة التي يحلم بها منذ عقود وقد فتحت خطة ترامب الباب امام تيار قوي سيحملنا جميعا الى مواجهة تحديات الابارتيد المخيفة والسؤال المطروح علينا الان ماذا سنفعل جميعا فلسطينيون وعرب واسرائيليون وبقية العالم حيال ذلك من موقع ديدباليو نطالع خبرا مفاده ان احد طغاء المعروفين في مدينة دوسلدورف الالمانية اثار موجة استيا واسعة بعد اعلانه ان الصينيين غير مرغوب بهم في مطاعمه ورغم ان الطاهي حاول تعديل موقفه لكن يبدو ان محاولته لم تنجح مثل غيره من المطاعم في المانيا سمح لمطعم امشفاشن باعادة فتح ابوابه للزبائن وذلك ضمن اجراءات تخفيف العزل المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا لكن عند الاعدان عن اعادة فتح المطعم اثار صاحبه جدلا واسعا حين كتب على فيسبوك سنبدأ يوم الجمعة لكن الصينيين غير مرغوب بهم منشور الطاهي الفرنسي اثار موجة استيا واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وجاء في احد ردود الفاعل يجب ان يشعر المطعم بالعار من ما قاله مالكه مثير للاشمئزاز ردود الفاعل على المنشور دفعت الطاهي الى محاولة تعديل موقفه عبر منشور اخر زعما بانه لم يكن يقصد جميع الصينيين بل الدكتاتوريين منهم وجاء في المنشور يعمل اشخاص من تسع جنسيات مختلفة في مطعمنا وزوجتي اسيوية وانا اجنبي في هذا البلد اطمئنه يمكن ان اتهم باشياء كثيرة لكن ليس بالعنصرية بالتأكيد فتحت بعض مساجد ماليزيا ابوابها لاداء صلاة الجمعة من قبل القائمين عليها فقط بعد اغلاق دام شهرين في اطار تخفيف التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا نشاهد معكم هذه الصور من داخل مساجد ماليزيا والمنشورة في صحيفة القدس العربي ترجمة نانسي قنقر عدد من رسومات الكاركاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر نشاهدنا الكرام بهذا نكون وصلنا الى نهاية حلقة اليوم نشكركم على حسن المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة